السلام عليكم كانت منها تكونوا بأحسن أحوال اليوم سنشارك معكم طريقتي في تحضير غريبة بالكوكو السميدة كتجي رائع بزاف خفيفة ومعلكة سنفتح لكم هذه باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي كتجي معلكة وخفيفة بزاف فغادي نشارك معكم جميع المراحل لتحضير ديالها والأسرار ديالها باش جيكم إن شاء الله ناجحة من أول تجريبة فغادي ندوزوا باش نشوفوا المكونات والطريقة ديالتحضير فغادي نبدأ في الطريقة ديالتحضير غادي مدمعكم بأول شيء غادي نشوفوا المكونات عندي أربع حبات من البيض جوج ملاعق كبار من مربع المشماش ملعقة كبيرة من قشور الليمون أو قشور البرتقال فأنا ما توفرش عندي البرتقال فدرت القشور ديال ليمون احتهما جوا رائعين جوا المدق ديالهم رائع وغادي نحتاج ميتين وخمسين جرام ديال جاوز الهند أي الكوك بالنسبة الكوك فكينجوج أنواع كي الكوك اللي ناشف والكوك اللي ميددم وكتشوفوا الشكل دياله كيف اجدار راه شوية رقيق إلا كان عندكم غلط تقدروه تطحنوه شوية تطحنوه شوية رقيق إلا كوك اللي يجي ناجح في غريبة هو الكوك اللي تكون ميددم غادي نحتاج الميتين وخمسين جرام ديال السميدة رقيقة كأس ديال الزيت وكأس ديال السكر حبيبات وبالنسبة الخميرة ديال الحلوة فإلا كانت عندكم هادي ديال اللي يدل فيها خمسة عشر جرام فغادي تستعملوا وحدة خمارة ديال الزيت اللي فيها 8 جرام فغادي تستعملوا جوج خمارة ديال 8 جرام وعندي رشة من الملح فهدو هم المكونات وغادي ندوزو باش نشوفوا الطريقة ديال التحضير غادي نجيب الإناء اللي غادي نخلط فيه المكونات غادي ندير فيه أربع حبات من البيض غادي ندفليهم كأس من السكر ورشة من الملح غادي نخلط هاد المكونات نخلط مزيان البيض مع السكر حتى كيدوب من بعض غادي ندف ملعقة كبيرة ديال القشور الليمون محكوكين الليمون ممكن تعودهم بالقشور ديال البرتقال ووجوج ملاعق كبار ديال المربى المشماش والكأس ديال الزيت غادي ندمج هاد المكونات من بعد غادي ندف جوز الهند في هاد المرحلة هادي غادي بل لكم الفرق واش الكوك ناشف او ميدم غادي نبدأ كنضيف في الكوك وكنخلط فإلا ضفتوا الكوك كامل ميتين وخمسين جرام وبقى لكم الخالات خفيف فهذا الكوك نوعية جيدة يعني كوك الميدم فهذا الكوك ناشف وإلا نشف لكم الخالات فضيفوا بيضاء كي تضيفوا بيضاء بشكل كامل ومدفوا استميد تلقاوا كيف تخلطوا أما إلا كان عندكم الكوك نوعية جيدة أي الكوك الميدم فغادي يجيكم الخالات كيفما كتشوفوا معي الخالات بقالية خفيف كوك الميدم فاحش يضيفوا كوك الميدم اضفوا نزيد حلوة ومدفوا أمام القليل يضيفكم السميد تصميمنا لكوك الميد Mid ومضيف سميد 250 جرام سميد نبدأ نضيف و نضيف المكونات حتى نحصل على خلاة نضيف المكونات 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 درجة الحرارة 180 درجة نحن نتبسط قليلا ونحن ندخل الفران درجة الحرارة 180 درجة نشعلها من الفوق نجعلها 4 دقائق من بعد نشعلها حتى من التحت الى البنت لكم من الفوق بانها بدأت تتحمل فتحول فوق ونجعلها غير التحت فقط ومن الملتطيب تحييضها بالنسبة الوقت تشكري منذ مهر وتحليل نتبسط قليلا ونفعلها ونضغط نقوم نضغط من الوجه نضغط 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 النطاة الثانيه. فاربعة ديال دقايق تبقى شعلي عليها الفوق كتكون كافيه انها كتشقق. فكنتمنى اني نكون شرحت كل شيء. ومن اللي كتب غريبة كيجي هادا هو الشكل ليالها من اللي طيبت هذه هي الكيمية اللي اعطتني كاملة كيفما كتشوفوا كلها كتجي ناجحة ومشقة وبالنسبة للفكرة اللي قلت لكم ديال كتضيف وما يزينا مع السكر غلاسي فكي خليها كتبقى يعني كيبقى هادا كبيض من الفوق وهذا هو الشكل ليالها كيفاش كتجي كتجي خفيفة ومعلقة اشتركوا في القناة كتاب من اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة nings اشتركوا في القناة